بين الاهلي والزمالك نروح لزميلنا كريم احمد علشان نتطمن على بعثة النادي الاهلي على اللاعبين على اخر الاستعدادات للقاء القمة غدا بين الاهلي والزمالك تحياتي لك يا كريم وتحيات كل جماهير النادي الاهلي وطمننا على بعثة النادي الاهلي على الروح المعنوية قبل مباراة الغد كل التحية والتأديد لك كابتن وصام حسني وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي يعني اقدر اقول لك في البداية كل التوفيق يا رب إن شاء الله بإذن الله كل المجودات بقى بوزدت الترتيبات الإدارية الفنية الأمور الخاصة بالعيب للنادي الأهلي الكواليس كلها لكل جمهورنا أكيد بيحب أنه يتطمن على هذا الأمر أنه يتفرق بشكل كبير جدا عايز أطمنك على حالة اللاعبين الرغم موجودة الإصرار موجود شايفينه في التدريبات عزيمة كبيرة جدا قيمة المباراة همياتها بشكل عام بالنسبة للشكل اللي احنا فيه طبعا في المملكة العربية السعودية وأيضا كمان قيمة المباراة بنسبة لعيب النادي الأهلي المجلس إصدارة النادي الأهلي الجمهور النادي الأهلي كاس مصر الحقيقة يعني بالشكل اللي احنا شايفينه بطولة مميزة وليها شكل كمان هيكون عظيم الحقيقة هنا في المملكة العربية السعودية لأن الاستقبال أكثر من راعة شقاءنا الحقيقة هنا في السعودية يعني حاجة ممتازة كل الأمور والتفاصيل الصغيرة كابتن وسامن تعرف الحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا الترتيبات، التحضيرات، فندو، لقامة، التحرقات، التنقلات ملعب المباراة، ملعب التدريب أمور بيكون مهمة جدا والحقيقة كمان يمكن أشهدنا بالكابتن سامير عدلي لكابتن خالب بيب والحقيقة اللي بيقوموا بدور كبير جدا كانوا تواجدوا قبل وصول بعثة فريقة للنادي الأهلي للوقوف على هذه الترتيبات طاقم الإدارة الحقيقة يعني خلية نحل عشان كل المناخ الطيب ده يوفر ليه لعيب اللي النادي الأهلي ويوفر كمان لميستر كولر اللي ان شاء الله بإذن الله يكون موفق في اختياره للتشكيل في قيادته الفنية الممتازة في المباراة النهائية الحقيقة ميستر كولر بيقدم مباريات وبيقدم حاجات عظيمة جدا لكن في النهائات الحقيقة بيكون يعني عنده حمل كبير وبيكون عنده مجود كبير بيبذلوا من تحضيرات فنية من جلسات فردية مع العيب النادي الأهلي الحالة مطمئنة جدا الحمد لله خلال التمانية واربئين ساعة الماضية لكن حابيني يطمن ايضا كمان جمهورنا نهاردة بداية من اليوم تعرف طبعا كابتن قسامة نهاردة كان الاجتماع الفني صباحا الامور الاعتادية الخاصة به شيرت النادي الأهلي وشيرت النادي الزمالك موعد الوصول لكن في الحقيقة في تعليمات وتجديدات كبيرة جدا على الدخول على الوصول على كل الامور دي عشان الشكل المطروح والشكل اللي احنا بنأمل ان احنا نشوفه فيه ملعب الاول برك الحقيقة ملعب اكثر من رائع كنا بنتمنى الحقيقة جمهور النادي الأهلي اول ملعب يكون اكبر من كده لان جمهور النادي الأهلي يعني كان عايز يكون متواجد مئة الف متواجد والله يا كابتن قسامة فيه الاستاذ لكن شاء الله بإذن الله المتواجدين كالعادة يكونوا دعم وسند وهتاف ومؤذرة تسعين دقيقة وبنأمل كمان ان يكون تسعين دقيقة ده امر مهم جدا عشان كده مستر كولر حقيقة اكلم مع الععب النادي الأهلي قبل التدريب النهاردة على اهمية التركيز الكبير جدا دخلنا في المباراة يكون جيد جدا لابد كل واحد يطلع اللي عنده فيها هذه المباراة جمهور النادي الأهلي منتظره اولادكم في البيت منتظرين اساركم منتظر الرجل بيتكلم في جانب النفسي بشكل مهم جدا ولعبتنا عارف اهمية هذه المباراة تعارف لكابتن اكسامة وانت كنت احد نجوم فريقا للنادي الأهلي القامات اللي متواجد فيه فريق النادي الأهلي وكبات那個 فريق النادي الأهلي سهل كل الأمور دي. بنشوف ريدا بيتكلم ريدا سليم الحياة بيتكلم بهذا الأمر بنشوف إمام الحياة عنده روح كبيرة جدا 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 لهذه المباراة. فالحالة الفنية ورغبة لعب النادي الأهل والإصرار ده الحقيقة يعني شايفينه في التدريبات وينقصنا بس التوفيق. توفير ربنا سبحانه وتعالى لو معنا يكون أمر مهم جدا للاعبتنا بس لجهد كبير في تدريب الأمس وتدريب اليوم. يمكن بس هي النقطة المهمة احنا تدربنا أمس على ملعب الأول بارك. اللي هو الملعب طبعا النادي الأهل إن شاء الله يخود عليها هذه المباراة لكن النهاردة كنا متوجدين في الملعب الفرعي لنادي النصر. يعني مش هقدر أقولك أن مفيش اختلاف. ملعب الفرعي زي الملعب الرئيسي. كل الملعب هنا حاجة رائعة. بتسهل بشكل كبير جدا على لعيب النادي الأهلي. تنفيذ التاكتك جمال التكتكية اللي بيطلب بيها مستر كولر في التدريبات. نهاردة كان في حماس كبير لكن بنأكد على كل مرة في هذا الأمر. في حفاظ على المجموعة ودي نقطة مهمة جدا. كابتون أسامر كل عايز يكون لي دور في الحداشر يكون مشارك في الحداشر لكن في نفس الوقت بيحافظ على زميله لأن الاختيار لسه لم يحسم. الرجل مستر كورر حتى هذه اللحظة الرجل بيحاول أن هو يأهل كل اللعيب عشان محدش بيعرف مين يلعب بكرة. ده أمر مهم جدا عشان الكل اللي يكون فيه الجهزية المطلوبة وده الأمر اللي احنا بيحان عليه. مجلس إزارة النادي الآلي الحقيقة أمر مهم جدا حابين نتكلم عليه برئاسة طبعا الأستاذ محمد الضماطي رئيس البعثة الأمور دي بيكون مهم جدا. الرسالة ما بيكون مجلس الإدارة متواجد. وأيضا كمان قيمة مميزة جدا. الأستاذ محمد الضماطي بهدوء وبسلزته بالوعي الكبير جدا اللي احنا عارفينه. بتنقل كل الصورة لي الجمهور النادي الأهل والعيب النادي الآلي أن الكل في ظهروك. زلوا اللي عليكم وانتظرينكم ان شاء الله والكل مجتهد النصيب. لعبتنا بتكتهد بشكل كبير جدا. مستر كولر أيضا كمان بيكتهد في تحضراته الفنية لكن كل مرة نقول يا رب يا رب يكون التوفيق معنا بمشيئة الله كابتن وسامة. النهاردة يا كريم تواجد محمد الشناوي وواحد من نجوم الفريق رغم الإصابة. حرصه النهاردة يكون متواجد دعم المصطفى شبير كل الحراس لكل لعب النادي الآلي. أكيد محمد الشناوي تواجده كان مهم النهاردة لمؤذرة لعب النادي الآلي. الحقيقة يا محمد الشناوي قيمة كبيرة جدا وعنده وعي كبير وعارف تواجده بعيدا عنه هو متواجد إصابة أو أي شيء. هو متواجد مع فريق النادي الآلي دي بيكون مهم جدا للعبين والشناوي والكل جمهوري للنادي الآلي. أما بنقول لعب النادي الآلي الكل على قلب رانج الواحد ده مش كلام بنقول منفرغ يا كابتن أساما لا زي ما بنقول القاعد على الدكة قلبه زي اللي في الـ 11 المتوجدين في الملعب ده مش كلام منفرغ لأن الأمور دي بتطبق على الأرض الواقع وصول محمد الشناء والحقيقة يعني مع تحيته لعيبة النادي الأهلي ووجوده مع لعيبة النادي الأهلي ومستر كولر الحقيقة يعني أمور بتكون مهمة جدا وبتعكس الصورة في شكل كبير قاعد مع لعيبة أكيد اتكلم معهم في أمور مهمة جدا وبسيطة جدا لكن التركيز أنا بقولك لعيبة النادي الأهلي يعني مش محتاجة حد والله يا كابتن أساما أنه يتكلم لأن فيه تركيز كبير جدا 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 في هذا القمر عشان كده بنقول يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لعيبتنا مباراة الغد المورة مهمة جدا لكن لابد يكون في تركيز وتكلمنا الحقيقة أكثر من مرة مكهربة وكل اللعيبة لابد أن انت تركز في التسعين ديئة إن شاء الله نقدر نحسب هذه المباراة ويكون الفوز من نصيب النادي الأهلي واستطيع النادي الأهلي بمشيئة الله أن يرفع الكأس هنا في المملكة العربية السعودية جمهور النادي الأهلي دايما ببقى لي تحضيرات خاصة خاصة في المباراة الكبيرة جمهور النادي الأهلي دايما مساند وداعم لفرقته جمهور النادي الأهلي دايما متواجد وراء فرقته في كل مكان جماهير النادي الأهلي في السعودية أكيد لها تحضير خاصة بكرة للمباراة كريم التواجد الجماهير هيكون بشكل كبير اتكلمنا برضو عن دور جمهور النادي الاهلي ومؤذرته للعبين وجاز الفن طيب طيب هنرجع لزميلنا كريم احمد مرة تانية